اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد كان ابو هلال عالما فاضلا وشاعرا مجيدا مقترن في الرزق ولهذا فانه كان يبيع البز من الثياب احترازا من الطمع والدناء والتبذل حيث يقول جلوسي في سوق ابيع واشتري دليل على ان الانام قرود ولا خير في قوم تدل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسود وتهجوهم عني رثاثة كسوتي هجاء قبيحا ما عليه مزيد على الرغم من علمه وادبه وفضله الا انه عاش حالة من البؤس والشقاء وكان يتحدث عن حاله دائما في اشعاره قال الباخرزي في دمية القصر عنه وبلغني ان هذا الفاضل كان يحضر السوق ويحمل اليها الوسوق ويحلب در الرزق ويمتري بان يبيع الامتع ويشتري فانظر كيف يحضر الكلام ويسوق وتأمل هالغض من فضله السوق ولهم مصنفات كثيرة تدل على غزارة علمه وسمو قدره وعلو همته منها كتاب ديوان المعاني وكتاب التلخيص في اللغة وكتاب الفروق في اللغة وكتاب الصناعتين النظم والنثر وكتاب الاوائل كتاب تفسير القرآن وديوان شعره وكتابنا اليوم وهو جمهرة الامثال وله ايضا مؤلفات كثيرة وقد توفي ابو هلال العسكري في عام خمس وتسعون وثلاثمائة هجرية قال تعالى ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون كتاب جمهرة الامثال عنوانه الجمهرة مصدر جمهر تجمع في الساحة العمومية اي جمهرة من الناس حشد وجمع اما المثل فهو جملة من القول مقتطفة من كلام او مرسلة بذاتها تنقل ممن وردت فيه الى ما يشابهه دون تغيير وهو القول السائر في جملة او جملتين يمثل عبر مستخلصة من واقع معينة يردد في اخرى مشابهة لها اما كتاب جمهرة الامثال سوف نعرفه فهو موسوعة علمية ادبية شاملة تحتوي على مجموعة هائلة من الامثال العربية بدأ العسكري كتابه بمقدمة اشهد فيها الى اهمية الامثال ثم ذكر منزلتها عند العرب وختمها بذكر اشتقاك كلمة المثل ومعنى قولهم ضرب المثل وان الامثال لا تتغير بل تحكى على ما جاءت عليه من العرب عن كتاب جمهرة الامثال رتبه العسكري حيث رتب امثاله ترتيبا هجائيا على حروف المعجم ويعد من اوائل من نهج هذا النهج من مدوني الامثال ويشتبل الكتاب على ما يقارب من الفي مثل وتبلغ عدد صفحاته ما يقارب الالف صفحة وقد قسم العسكري كتابه الى تسعة وعشرون تسعة وعشرين بابا على ترتيب حروف المعجم الثمانية والعشرين مضيفا اليها بابا في الامثال مبدوءا بالحرف لا وهو الباب الثامن والعشرون قد اتبع المؤلف منهجا واحدا في كتابه فقد كان يصدر كل باب بسرد الامثال التي يحتويها على شكل فهرس ثم يذكر فهرسا اخر للامثال المضروبة في التناهي والمبالغة وهي الامثال التي على سيغة افعل من مثل انعم من حيان ثم يفسر الامثال التي تحتاج الى تفسير ولم يراعي المؤلف في ترتيبه الامثال ضمن الباب الواحد سوى الحرف الاول من المثل قد اعتنى عناية كبيرة ببيان اصول الامثال ومضاربها واوائل من قائلها كمن فرد من بين مؤلفي كتب الامثال بنقد الامثال والاشعار نقدا يتناول جمال اللفظ او قبحه وجودة المعنى ورداءته وصوابه او خطائه كما اكثر من ايراد امثال الفرس اما معربة واما بالفاظها الفارسية وقد اشار في احيان كثيرة الى وصف الامثال بانها قديمة او مولدة او محدثة او من امثال العامة او مبتذلة في العامة والجدير بالمراحظة ان ابا هلال استكثر من الرواية عن خاله ابي احمد العسكري اذ نقل عنه في نحو مائة موضع في كتابه وطبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة حجرية بالهند سن سبع وثلاثمائة والف هجرية وطبعة المطبع الخيرية بالقاهرة سن 10 وثلاثمائة والف هجرية على هامشي كتاب مجمع الامثال وهتين الطبعتين يعتريهم النقص في مواضع كثيرة والطبعة الثالثة طبعة المؤسسة العربية الحديثة في القاهرة سن 64 وتسعمائة والف ميلادية بتحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم وعبد المجيد قطامش ثم اعادت دار الجيل نشر هذه الطبعة سن 88 وتسعمائة والف ميلادي وهذه النسخة في جزئين منهج ابي هلال العسكري في كتابه جمهرة الامثال تنوعت امثال العسكري فمنها ما جاء على شكل ايات قرآنية كريمة مثل الامة التي بدأ بها امثاله وهي ان من البيان لسحرة واحاديث نبوية شريفة حيث ضمن العسكري عددا معتبرا من الاحاديث النبوية لسيما القصيرة منها لاشتراكها مع الامثال في ابرز خصائصها المتمثلة في الايجاز مثل افرط فاسقط هو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كثر كلامه كثر سقطه وابيات شعرية ايضا مثل احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيظك يوما ما وايضا ضمنه نصوص نثرية حيث كانت النصوص النثرية هي الاغلب في كتابه فاهتم بالنثر الفني من اقوال النبي والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين والخطباء والبلغاء قطس بن سعادة والاكثم بن صيفي مثال قول عثمان بن عفان رضي الله عنه بلغ السيل الزبا ايضا صيغة المثل عند ابي هلال لا تتغير لان العرب تلفظها كما جاء لأول مرة ومن ذلك قولهم الصيف ضيعت اللبن فتكسر التاء لانها حكاية اهتم العسكري اهتماما كبيرا بتوثيق الامثال ونسبتها الى اصحابها وسرد قصتها وذكر حادثتها على خلاف بعض رواة الامثال الذين يكتفون بذكر المثل فقط ايضا اكثر العسكري من مقايسة الامثال على حكايات واشعار اخرى جرت مجرأها وعبر عنها بقوله تصلح ان تكون امثالا فتأخذ وتستعمل في مواضع التي تصلح لها ايضا وردت ابيات شعرية في كتاب جمهرة الامثال بلا نسبة الى قائليها ويعبر عنها العسكري بقوله قال الشعر ويتضح انه سمعها هكذا بلا نسبة ولو سمعها بنسبة الى قائل لذكرها كما ذكر الابيات الاخرى التي ارجعها الى قائليها ايضا فسر جميع الامثال الغامضة التي تحتاج الى تفسير واما الواضحة المعنى فعبر عنها باستعمال صيغة معروف ايضا كان موقف العسكري من القراءات القرآنية قليل جدا اذ وردت قراءتان فقط في كتاب جمهرة الامثال ومن هذا المنطلق يتبين لنا ان منهجه وافق المنهج البصري في ذلك الجانب ايضا ميز العسكري تمييزا دقيقا بين اواء القائلي المثل وبين من تمثل به ومن اخذ واستعمله في شعره او في خطبة له الاصول اللغوية لدى ابي هلال هي كثيرة منها اولا السماع واكثر ما سمع عن شيخه ابي احمد العسكري والعرب الخلص الثقات الخاية لغتهم من اللحن ايضا اثنان القياس قال العسكري امثاله على حكايات واشعار اخرى حملت معنى ضرب ذلك المثل نفسه وجرت مجرعه فهو يقول ونحوه قول الشاعر او قريب من قول فلان او مثله قول فلان ثالثا الاجماع تتكشف مسألة الاجماع من خلال تفسير ابي هلال العسكري للامثال وذلك بقوله وقد اجمع اهل البلاغة او قوله وقد اتفقت العرب والفرس في جميع امثالها الا الى ما لاخره اربعا النقل اعتمد ابو هلال العسكري النقل من العلماء الاوائل الذين سبقوه كالفراء والاصمع والمبرد وثعلب وفي كتابه يكثر من النقل عن الاصمع ومن الامثال التي وردت في كتابه نذكر بعض النماذج اولا يأتيك بالاخبار من لم تزود وهو يفسرها اي لا حاجة بك الى الاختيار فان الخير يأتي كلام حاله ومثل اخر يقول سبق درته غرارة يضرب مثلا في تعجيل الشيء قبل اوانه وفي الابتداء بالاساءة قبل الاحسان والغرار قلة اللبن ودرته كثرته يقول سبق قلته كثرته والمعنى سبق شره خيره وهكذا قولهم سبق سيله مطره ونحوه قول ابي تمام من النكبات الناكبات عن الهوى فمحبوبها يمشي ومكروهها يعد وقول بعض المحدثين وتعجبنا الرؤية فجل حديثنا اذا نحن اصبحنا الحديث عن الرؤية فان حسنت لم تأتي عجلا وابطأت وان قبحت لم تحتبس واتت عجلا ثلاثة شخب في الايناء وشخب في الارض يضرب مثلا للرجل يصيب في فعله ومنطقه مرة ويخطؤ مرة وأصله في الحالب يحلب في انائه مرة ويخطؤ فيحلب في الارض مرة والشخب اللبن الخارج من الخلف ثم كثر حتى قيل اشخب دمه اذ اساله ومثل ذلك قولهم سهم عليك وسهم لك وقولهم يشوب ويروب فاذا ذر ونفع قبل يشج ويأس والأس هو المداوى ولبن مروب نقيع قد اتت عليه ساعات ورائب خاثر قولهم الليل اخفى للويل هذا المثل لأكثم بن صيفي يقول اذا اردت ان تأتي بريبة فأتها ليلا فانه اصدر لها وكتب عبدالله بن طاهر الى ابنه وقد بلغاه عنه اقباله على اللهو انصبوا نهارا في طلاب العلا واصبروا حرة في راق الحبيبي حتى اذا الليل بدى مقبلا واستطرت عنك عيون رقيبي فبادر الليل بما تشتهي فانما الليل نهار الاديب وقلت في معناه بركوب المطبحات جهارا يفسد الجاه والمروءة تخرب فاجعل الجد بالنهار شعارا والهب الليل ما بدى لك فالعب كم تسربلت من رداء ظلام ضحك الله فيه اذا هو قطب ورأيت الهموم بالليل اذهى وكذلك السرور بالليل اعذب وقول بعض العرب وانشدني بالحجاز فتى من هلال فلم ارى مثل الليل جنة هارب ولا مثل حد السيف للمرء صاحبا الى هنا ننتهي من كتاب جمهرة الامثال لابي هلال العسكري تمنى من الله ان نكون قد وفقنا وشكرا